حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص سنابشات اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم بعد ذلك سوف يقوم بأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة نقوم بالنزول والضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات نقوم بالنزول لأسفل البحث عن تطبيق سنابشات في هذه النافذة نضغط على سنابشات ثم سوف يأخذنا إلى هذه النافذة تقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها نقوم بالضغط على مكان التخزين ثم نضغط على مسعى البيانات بعدها نضغط على مسعى التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديد التطبيق وهنا نكون قد قمنا بتعرف على هذه الطريقة الخاصة يجب عليك فقط اتباع الخطوات لكي يقوم بالاشتغال معك لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزل لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر